السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم مهندس رجب نصر ان شاء الله نارده معنا الدرس رقم 26 من دروس دورة التركيبات والتصميمات الكهربية الدرس ده الدرس مهم جدا بتكلم عن طريق الضبط منحنة فصل الطيار بتاع قاطع الائير سيركيت بريكر او قاطع الاسي بي كون احنا خدنا طبعا في الدروس اللي فاتت قاطع الام سي بي وقاطع الام سي سي بي وقاطع الائير سيركيت بريكر اه قاطع اكبر شوية في الحجم زي ما انتشافين كده قاطب بيستخدم في الجهود المنخفضة وليه اه ايادفات كتيرة جدا عن قاطع الام سي بي او قاطع الام سي سي بي زي ما انتشافين بيستخدم في الدوار الرئاسي او في اللوحات الرئيسية وده شكل المرحانة بتاعه اه اللي موجود او اشهر المنحات الموجودة عنده للقاطع دوت اللي احنا بنقدر نزبطها عن طريق المؤشرات اللي بتبقى موجودة في القاطع غالبا هي بتبقى مؤشرات او اه زي ما شافين مؤشرات كده هنشوفها بالتفصيل العاملة ازاي? او بيكون عبارة عن كده صغيرة بنقدر نغير اوضاعها اه ونزبط بيها برضو الكيرف بتاعنا او المنحنة بتاعنا اه حسب التيار بتاعنا او حسب استخدامات الدايرة بتاعتنا. اه طبعا انت برضو لازم تكون عارف برضو يعني ايه المنحنة اشفته في الدروس اللي فاتت في القاطع الام سي بي. ولو انت ما شفتهوش ارجع اشوفه في الدروس هتلاقيها موجود في دروس القاطع هتقدر تعرف يعني المنحنة تفهمه بشكل سريع كده وبعد كده تخش معنا الدرس دوت مرة تانية. اه هتلاقي الدرس اللي فيه الشرح بتاع المنحنة دوت هيزهر لك في الدايرة البيضة اللي فوق عندك دي اتطيل هتزهر لك. ممكن تخش عليها بشكل سريع. ده شكل الكيرف شكله تحس ان هو غريب شوية ممكن يخوفك. ما تخافش منه ولا حاجة. هو ده كيرف عادي جدا او منحنة عادي جدا. هنفهمه بالتفصيل ده ده و هتلاقي الموضوع سهل وبسيط لو انت ركزت معايا اه في الدرس دوت. اه لو احنا لما احنا اخدنا الدرس الدروس اللي فاتت شرح منحنة. الفكرة برضو واحدة هو عبارة عن محور افقي. المحور افقي دوت هو خاص بالامبير اللي معدي في المفتاح. والمحور الرأسي هو خاص بزمن الفصل للمفتاح دوت. لو عد فيه امبيرات معينة اللي احنا هنزبطها في الكيرف بتاعنا بشكل معين وهنعرفه ازاي. اه هنا طبعا مكتوب واحد من عشرة اتنى واحد من عشرة اتنين من عشرة تلاتة من عشرة ربعة من عشرة خمسة من عشرة لحد واحد صحيح. ده واحد من قيمة المفتاح. يعني لو مفتاح مسلا عندك ستمائة امبير يبقى هنا ستمائة امبير. هنا اتنين من قيمة المفتاح يعني دعفيني. يعني هنا ستمائة امبير مضروبة في اتنين. تلاتة تلاتة اضعاف من مفتاح وهكزا. لحد ما يوصل رقم كبير مية. واكبر من كده كمان. ولكن طبعا احنا هناخد عالم ده نهاية الكيرف بتاعنا. اما الازمينة اللي طبعا هنبصت لقيها بوادي من زمن واحد من الف اتنين من الف تلاتة من الف وهكزا لحد ما يوصل واحد من مية اتنين من مية تلاتة مية لحد ما يوصل واحد من عشرة اتنين من عشرة تلاتة من عشرة لحد ما يوصل واحد سانية اتنين سانية هنا زمن قليل جدا هنا زمن سريع اه هنا اكبر شوي اتنين سانية تلاتة سانية عشر سانية ميت سانية والف سانية وعشر تلاف سانية وهكذا واحنا كده اتكلمنا قلنا طول ما القاطع زمن الفصل الطيارة طالما ما عداش الخط دوت قبل كده في الدروس طالما ما عداش الخط دوت يعني كان على شمال الخط دوت اللي سود ده اللي هو البداية ده خط الرأسي ده يبقى ازا القاطع مش هيفصل وهيفضل شغال بشكل طبيعي ازا الطيار اللي عدة فيه اه كان لو احنا كان بين واحد ومسلا وين اتنين هتبصت لايه طالع لمس الكيرف دوت او لمس الخط دوت ازا هتروح مع الخط ده بخط افقي لحد ما تعرف الزمن اللي هيفصل عنده قديه بالزلط يبقى الزمن هيفصل عنده ده ده العطل اللي حصل او الشورت سيركت او اللي حصل على المفتاح طيب هنا بقى فيه انواع طيارات كتيرة جدا بيقسموها في المفتاح دوت وهنعرفها بالتفصيل واحدة واحدة خط خط من دول هنعرفه اه طبعا زي ما احنا قلنا ان القاطع نفسه ممكن يكون فيه مؤشرات زي ما تشافين عبارة عن مؤشر دائري مكتوب فيه شوية ارقام كده وشوية حاجات شوية ارقام عشر عشرين وشوية ازمنة او ممكن يكون عبارة عن سويتش بيبقى لها يا وضعين بنقدر برضو هي الفكرة في الاخر واحدة هنعرفها بالتفصيل مع بعض فيريد تركز معي في الدرس دوت لانه مهم جدا اول حاجة ادي شكل كيرف زي ما احنا قلنا جيبناه بالتفصيل هناخد اول حتة في الكيرف اللي هو الخط دوت الخط دوت الخط ده بيسموه لونج دلي بيكب فاليو ما تقلقش برضو من المصطلحات الانجليزية تمام هتفهمه برضو بالعرب معي هو الجزء الاول هو زبط القيمة بتاعت او الطيار اللي بيتزبط عليه الجهاز يعني من اخر لو الطيار تجاوز الطيار اللي معدي في المفتاح ما تجاوز الطيار اللي هنزبطه على الخط دوت المفتاح هيبدأ يفصل هنيفضل يفصل قديه هنعرف ده دي تمام هنعرف برضو بالمثال هنعرف ايه المقصود بالموضوع دوت احنا انتها عادتها هنبص تلاقي عشرين تلاتين اربعين خمسين ستين ستين تمانين تسعين مية لحد مية ومكتوب هنا لو يعني لو انت الكتاب عندك زهره شوية هتلاقي مكتوب AR بيساوي علامة علامة في المية IN أي Danny هو المفتاح يعني قمت المفتاح نفسه مثلا لو كان 600 أمبير المفتاح نفسه انت شادي مفتاح 600 أمبير ولاديت فيه المؤشر ده تقدر تثبت 20% في ال東西 current دو تقدر تثبت 20% من المفتاح دو يعني المفتاح ده لو تجوز 20% من قمته اللي هو 600 أمبير يفصل 30% يفصل 40% لو انت بزرعه 050% يفصل عند 50% من 600 أمبير يعني هو المفتاح ده 600 أمبير يا لأ وإحنا زبطنا عايزين نفصل على تلتمية أمبير يبقى نزبط وضع المؤشر على خمسة من عشر خمسة من عشر انا بضربها في ستمية هيدينا تلتمية أمبير يبقى إذا الخط دوت هيبقى تلتمية أمبير يعني الخط ده تترحله يمين أو الشمال يعني زي ما احنا قلنا ده المحور الخاص بالأمبيرات يعني هنا تلتمية ربعمية خمسمية ستمية وهكذا كل ما اتجاه في اتجاه اليمين ده بيزيد لو انتجهت في اتجاه الشمال بيبدأ يقل يبقى انا لو زبطته على خمسة في مية يعني زبطته على تلتمية أمبير من قيمته الفعلية اللي هو IN هو IN ده عبارة عن ايه هو قيمة المفتاح الفعلية اللي احنا شارعين على المفتاح ده نفسه تمام؟ بيسوي كذا أمبير IR بتسوي قديه اللي هي بقى القيمة التيار اللي احنا عايزين نزبطه في المفتاح دوت حسب المشروع بتاعنا بيسوي على ما في المية من ال IN على سبيل المثال ال IN مفتاحنا ستمية أمبير إذن لو احنا زبطنا على خمسة من عشرة يبقى IR بتسوي خمسة من عشرة أو بيسوي خمسين في المية عن النص يعني مضروبة في ال IN اللي هي ستتمية أمبير إذن هبقى تلاقي IR بتاعنا كام؟ تلتمية أمبير يبقى إذن دي أول خط عرفنا ونزبطه المفتاح بتاعنا زبطنا على تلتمية أمبير معاين المفتاح ستتمية أمبير أنا عايز المشروع بتاعي بيشتغلها تلتمية أمبير تمام؟ طيب القيمة التانية هي قيمة الزمن الزمن الفاصل للزبط اللي احنا زبطنا للفات ده بيسموه Long Delay Time Long Delay Time اغو اختصاره LD هو طبعا زي ما احنا قلنا أول حاجة ما عليش نرجع تاني احنا خدنا في الدرس اللي فات ال-IR كلمة ال-IR عطل ال-IR تمام؟ هو دي كلمة عشان تبقى عارفين عشان احنا هنمر على وحاجة تكيرف معنا في الدرس ده ان شاء الله تمام؟ نرجع تاني في الزبط التاني او الخط التاني احنا المرة فاتخدنا الخط دوت ناخد الخط دوت الخط دوت الخط ده تلخاص بزبط زمن الفاصل بقى احنا عايزين هو يفصل لأمتى عايزين هو يفصل لأمتى بقدر لعب في زمن الفاصل يعني احنا ممكن نقدر نقول يفصل عند اتنين واتنين من عشرة سانية او ممكن نقول نفصل عند اربعة سانية او ممكن نقول سبعة سانية او ممكن اتنشر سانية او هشتين سانية او سبعة وشتين سانية الزمن بيكون طويل شوية هنا سبعة وشتين سانية طويل اقول لك اه لان ده عطل عبارة عن بيسموه عطل طايم دي ليه؟ او عطل طويل شوية يعني عطل اللي بيبقى الأمبير من اخر مش مش قفلة يعني طيار عالي جدا لا ده طيار بيبقى قليل شوية فبياخد شوية زمن كده اا لو حاس ان هو الموضوع طول يبدأ هو يفصل بنظبط اقتيام ديت على اا زمن معين اا طبعا اا يعني حولك اا الخيمة دي بتستواني زي ما تشايفين ممكن نظبط معنى هو احنا احنا اتنين اتنين مع عشرة اربعة اتناشر بمعنى انك يمكن زبط المفتاح ستمية امبير لفس للدائرة لو مر فيه طيار اعلى من ستمية امبير تمام وذلك بعد اربع ثواني او اتناشر ثانية او زي ما انت عايز حسب اختيارك تمام في حاجة كده طبعا طيار القطل ممكن بيتجاوز القيمة بتاعت الريتب اللي بتاعته يعني ممكن يكون انت زبطه مسلا على ستمية امبير طبعا يعني هيبقى زبطه ستمية امبير فاتفق طبعا ان زمن زبط اللي بيتم يختهره بيتقابل تحتين ستة امسال القيمة الاسمية بتاعته يعني مثلا لو احنا قلنا عن سبيل المسال بتاعنا مفتاح ستمية امبير واذا بطناه على اربع ثواني المفتاح ده هيفتاح بعد اربع ثواني لو مر فيه طيار تلات تلاف وستمية طبعا اه اه ستمية امبير ماشي ناخد بعد كده الكيرف التالت او الخط التالت خدنا الخطين دوت ودوت ده بيسموه short time delay short time delay ده خاص بقى الشورت سيبكت من اخر او الاس دي الاس دي هي الاعطال الخطرة اللي اللازم تتفصل في زمن قصير جدا بتقاس بالملي سكند او بملي سانية الملي سانية الملي ده عبارة عن واحد من الف من السانية يعني اتخيل ان هو لازم يفصل بسرعة عاملة ازاي طبعا العمود دوت اللي هو دوت بيتزبط انت قيمة الطيار بتاعته من الاي ار اللي احنا طلعناه حسبناها اول مرة بتزبط مرة ونص منها او على مرتين او تلات اضعاف او اربع او عينها اتخيل ان قيمة عاملة ازاي عن رقم كبير يعني لو حصل بيبعد خمس اضعاف الطيار اللي انت زبطه فرقم كبير جدا يعني شورت سيكت رقم كبير فلازم يفصل في زمن سريع جدا تمام يبقى ازا بيتم حساب الاي اس دي دوت او بيسموه عبارة عن اقيمة بتاعتنا انا مضروبة في ار يعني هناخد اقيمة تعيطنا عبارة عن خمسا مثلا ولكن خمسة خمسة اضعاف مضروبة في ار نحنا زبطناها المرافعة كانة تلتمية لما عبارة عن خمسين في المية في ستمية عبارة تلتمية ازا هيطلع الرقم عبارة الف وخمسمية امبير يبقى ازا الف وخمسين م maggenta هو بالنسبة له عبارة عن شورت سيركت يبقى انت تعارف ايه الخطوة الجاية رقم اربعة بقى زمن الفصل بتاع الشورت سيكت دوت يبقى زمن الفصل بتاع الشرط سلكت هو مرحانة دوت اهوت بنقدر نخليه يفصل بسرعة او ببطل. تمام? الزمن دوت بيتراوح من بص اخد باركم اديه من خمسة من مية سانية لحد نص سانية. رقم رقم يعني صغير يعني زمن صغير جدا. لازم يفصل فيه الطيار بسرعة سريعة جدا عشان آآ ما يحصلش تريفات بسبب الشرط سلكت الامبير العالي اللي معدي في المفتاح او معدي في الدايرة نفسها في الكابلات فيقدر يعمل تلف. فلازم مفتاح يحس ويفصل بشكل سريع جدا. تمام? بعد كده في حاجة اسمها الآي آآ زابط حاجة اسمها اي انستنتنياس او الفصل السريع جدا اللي هو لو عد طيار مسلا بقمته من اتنين لاربعين مرة من الطيار الاصلي الزمن بيكون لحظي بيفصل اسمه انستنتنياس انستنتنياس يعني ترجميتها يعني لحظي بيفصل مغرض ما حس فصل ما يستناش اي قرار في ساعتها بيفصل الزمن ده بيكون قليل جدا بيكون واحد من الف سانية رقم كبير يعني رقم آآ يا قصي يضغط جدا. ده شكل كيرف خدناها هو اهياد كيرف خدناها كده الكونتنياس امبير واللونج تايم واللونج تايم ديلي وطبعا الشورت الشورت تايم وعند كده البيكب بتاعه والاخر حاجة اللي هو الفصل السريع اللي هو في المنطقة ديت اللي هو لو الامبير عد للمنطقة دي هيفصل بشكل مفاجئ. طب ايه الحتة دي? الحتة ديت هي خاصة بحاجة اسمها جراوند فولت بيكب. جراوند فولت بيكب هو الجهاز دوت او الجهاز يقدر يحس بالاعطاء الارضية يعني حصل فيه تسريب ارضي معين الجهاز ده يقدر يحس بيه. ازاي? انا اخد ملحوظة صغيرة كده. ده اسمه منحنة جراوند فولت هو على هو بيبقى موجود على يسار المنحنة. معنى كده ان هو احنا قلنا كل ما يكون يسار كل ما يكون الامبير قليل. فطبعا ده معنى كده ان هو بيحس بطائرات قليل. ازاي يعني بيحس مجموعة طائرات تلاتة. انت عندك النزام السلسي السري فيز بيتكاون من تلات فازات والتلات فازات. اه مجموحهم المفروض مجموحهم لو سيستم متزن وما مفوش اي مشكلة مجموحهم بيساوي سفر. هتقول لي مجموحهم ازاي بيساوي سفر? هقول لك دي قصة تانية. اه ولكن هو بيجمع حاجة اسمها جامعة اتجاهي. ان هو محصلة الطائرات التلاتة مع بعض. مع بعض مش مش ميلمسهم مع بعض لأ محصلة مجموحهم بيتدوك في الاخر سفر. فازا عدى طيار اكبر من السفر دوت. فمعنى كده ان فيه تسريب في مكان ما. او عطل ارضي في مكان ما. تمام? فيفصل على طوي. فالجهاز ده بمجرد ما بيحس ان فيه فرق بين الفازات التلاتة. فرق فيه مجموعة الفازات التلاتة. والفرق دوت ظهر للجهاز دوت بالنسبة لحساسية معينة. بيبدأ يفصل عند اقل من واحد من عشرة ثانية. وهو حساس طبعا الاعطاء المنخفضة القيمة جدا. يعني مجرد ما بيحس ان عطل كده. بالطريقة دي يفصل. اه بعد المفاتيح بيبقى فيها طبعا اه ازمنة الفصل اللي بيبقى فيها اوكشن انت ممكن تضبط عند واحد من عشر سانية او اتنين من عشرة سانية او اربعة من عشرة سانية. وتقدر تصبت القيم بتاعة العطل من ايمة المفتاح كم في المية من ايمة المفتاح نفسه. حساس جدا يا ده بيحس من عشرين لسبعين في المية من المفتاح. يعني انت ممكن تصبطه على اه اربعين في المية من المفتاح اللي خدناه على زي المسال ستمائة امبير. بمجرد لهو حص بالفرق دوت بين الفزاة التلاتة بين مجموعة طيارات المعدة في الفزاة التلاتة بيبدأ المفتاح يعمل تريب ويبدأ يفصل ويديك عطل كمان يقولك احنا المفتاح ده فصل بسبب ان حصل في عطل تسريب ارضي او طيار ارضي. اه بكده يعني الدرس دوت لو ما فيمتوش حاول ترجع له اكتر مرة وهو درس مهم جدا بيستخدم في الترتيب بين المفاتيح. اه الفكرة بتاعته يعني مهمة جدا لازم تكون عارفها ككهربائي او كمهندس كهرباء. اه فيا يا ريت لو الفيديو عجبك اه ادعمنا بلايك. ولو انت اول مرة تشوف الدرس دوت اه اشترك في القناة لو انت مش مشترك. وفعل زرار الجرس عشان يوصل لك اي فيديو جديد وشاير وكان معاكم المهندس رجب ناصر. استنوني الدرس الجاي ان شاء الله. هنشرح على مفتاح الحماية الارضية مع بعض ان شاء الله للحلقة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.